اشتركوا في القناة ففعلا المغرب من الوجهات السياحية اللي فعلا كانت واحد الوقت بعد اغلاق الحدود والطلب لفتح الحدود جعلت باش تحرك المكتبات المغربية السياحة لتشويق المنتوج وليفتح السماء وخاصة الاشتراك مع شركة دولية لا شركة طيران ولا شركة ديال الحج اللي فتحوا الباب للحج في جميع الفناديق ودور الضيافة في جميع النحاء المغرب الا ان الطلب كان اكتر في المدن الشاطئية وكذلك مدينة مراكش فيمكننا نقولوا ان شهر ماي كان عندو واحد يعني واحد الموقع الكبير للحجوزات اللي دخلوه كان يمكننا نضيفوه او نقولوا يساوي شهر ماي ديال 2019 اما يناير فبراير مارس كان ضعيف وضعيف جدا الا ان ماي وابريل كذلك في شهر رمضان من سوش تولي انه كانت طلب وكانت الحجوزات مستوى كبير كبير بززاف بالنسبة اليونيو ويوليوز وغشت هادى 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 تلات عشور الحجوزات الدولية كانت ضعيفة ولكن الحجوزات مغاربة العالم هما اللي جعلوا بشي كونت الترويج والحركية في داخل الفناديق ودور الضيافة هذا هذا المستوى اللي التحرك فيه مدينة مراكش استفدت استفدت معد مغاربة العالم اللي فيهم وحترف لي كيمشي الفناديق ولكن اغلبيتهم تيمشوا عند العائلة هذا عادي لان هم يجيون زروا العائلة ذي لهم الا انه كي يبقى دائما هادلها هادى هادى الجهة الان يمكننا نقولوا راها تتعيش واحد لنقطة خطيرة وخطيرة جدا انا ويا المشاكل كثيرة حتى انه ولو كيتكلموا الناس بزاف في جميع ال الاسميتوليغيزوسوسيو في الاداعة ولو كيتكلموا على الاشكال لكتعيشها مدينة هذه المدينة هذه مدينة مراكش اول ثاني من اولا من النظافة انه إذا لاحظنا رأى وسط وحد المقياس وخطير جدا لا يقبل شوفوا البساتين شوفوا جنب المسجد الكتوبية شوفوا الأزيق المدينة العتيقة إلى آخره ثانيا السير والجوال ما زلنا ننتظر متى سيطير ينظم السير والجوال في هذه المدينة وأخطرها هو الأشياء والتعامل في الساحة ولا مع تكسيات ما زل ما بينا نحشموش ونأخذ الدرس والعبرة اللي عشناه في عامين ونصر ونحن مغلوق علينا ونحن معنا شغل هذا الشياء لأنه لا بد ما اتخذ واحد المراجعة واحد المراجعة أولا بش الإنسان يفهم أنه رأى هذه المدينة اللي هي تتبقى مارك ديبوزي وكتبقى مشهورة عالمين ومطلبة عالمين يلمسين في هذا المستوى هذا رأى غادي نعيشوا واحد الإزمة أخرى وهذه الإزمة مغسنا نفكروا فيها في أقرب وقت باش نتغادلينه كيف يؤقل أننا نتعامل مع الزوار اللي تيحبوا مدينتنا مدينتنا محبوبة عالميا وباقي اليوم تنتعاملوا بنفس المعاملات اللي كانت قبل من الكنفينمون وباقي المعاملات سيئة مع جميع الزوار الزوار اللي كيزوروا هذه المدينة إذن سا لا بد ولا بد تكون تحرك أولا من المنتخبين هما المسؤولين الأولين على المدينة لف النظافة والسير والجوالين لف المراحض ثانيا التنشيط التنشيط التقافي ما كانت وزارة التقافة كما تصير بعض العطارات إلا أنها غائبة بالتنشيط التقافي كنا نقوله الأشياء الأجمل اللي كانت الآن هي ما تعمل هو وزارة العقاف والشعور الإسلامية بالنسبة لمندرست ابن يوسف وبعض الفنادق اللي كانت تحركوا في المستوى عالي لكن أين هي التقافة؟ أين هو المستوى ديالتنشيط لمدينة؟ أين مستوى الأمن داخل الأسواق العالمية؟ شوفوا الأسواق الحالة اللي كتعيشها كيف يعني ذلك شيء ما كيتصورش هذه المدينات الحاضرة المتجديدة غادية بواحد البطع وبطع كتير ضعيف جدا لا يعقل أننا ما زلنا نخذوا لمدينة تطريبات ومدينة فس فمشت الحاضرة المتجديدة وفعل المستوى جميل جدا ومقياس كبير إلا أن مراكش غادية بطع شكولت كيت تحمل المسؤولية العمران هم اللي تيمولوا هذه الحاضرة المتجديدة إذن أين هي وزارة الداخلية؟ أين هي العمدة لي وزيرات السكن وأين هما الناس المسؤولين المهنيين اللي يخصون يعرفوا أن مدينة تومرة غادية في الانددار وهذا لا يعقل ولا يقبل باش تمشي مدينة تمركش لأنك تتصرف عليها أموالك طائلة بالنسبة لتسويق المنتوج عالميا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر